الخامس يوجويليا يوم خلعت فيه الجزائر باراثن الاستعمار بلا رجعة لتبدأ رحلة البناء والتشييد كان المخاض عسيرا لكن بفضل تضحيات الرجال وانتظامهم في مؤسسات الديمقراطية استطاعت سريعا الوقوف على قدميها المؤسسة العسكرية كان لها دور فعال في جزائري ما بعد الاستقلال وفي هذا التاريخ تشرف على تنظيم احتفالات وفعاليات لمكافأة إطاراتها بترقية الضباط وتقليد الرتب الحركة كانت واسعة هذه السنة والشعار فيها ضخ روح جديدة داخل مؤسسة الجيش ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بمعيار الكفاءة النزاهة والنظافة قلت أن يتحلى بالنية الحسنة أي الصدق ودائما أكدت على الصدق مع الدات ومع الوطن ومع الله أولاً وخيراً أن يتصف بالنزاهة والنزاهة تعني الصدق في العمل والأمانة بتقيد بالواجب وتعني أيضاً الاستقامة أقول الاستقامة وصفى القلب والسلوك المهني النظيف ومن بين من شفعت لهم كفاءتهم في التدرج بسلم الرتب والمناصب العميد الغالب القصير الذي يعتبر واحداً من أبرز لطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي كفاءته جعلته يحوز ثقة وزير الدفاع الوطني لينصبه قائداً جديداً للدرك الوطني خالفاً لمناد نوبا العقيد مصطفى الهبيري رجل آخر من رجالات الجزائر بخس حياته خدمة لها منذ ريعان الشباب أثبت كفاءته وحبه للوطن في جميع المناصب التي تولاها سجله النظيف مكنه من حيازة ثقة الرئيس الذي عينه على رأس جهاز الشرطة الجزائرية تغييرات تعدت لتشمل المؤسسات المدنية الجزائر اليوم بحاجة إلى طاقات أبنائها وكفاءتهم لمواصلة رحلة البناء والتشييد ومجابهة كل التحديات الداخلية والانفتاح على عالم متسارع مليء بالتهديدة والاخطار ببيت منظم رصت جدرانه بعد أن استفادت الجزائر من خبرات عشرية دموية كادت تعود بها إلى نقطة السفر خبرة جعلتها اليوم أنموذجا للأمن والسلام